حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تالينج موفوكينج من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة منذرة بحدوث كوارث إنسانية إن لم يتوقف الجرائم الإسرائيلية ضدهم وأضافت المقررة الأممية أن إسرائيل تواصل قتل الأطباء والعملين في قطاع الصحية في سابقة لم يشهدها التاريخ محذرة من ظهور أمراض ناجمة عن السياسة الإسرائيلية القائمة على حرمان المستشفيات والمراكز الصحية من المياه النقية وغيرها من الممارسات وأكدت المسؤولة الأممية أن الأمم المتحدة بحاجة إلى عقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني